السلام عليكم ربناس كديري اللبس عليكم كمشي باخير فيديو جديد وصفة جديدة للهريسة الهريسة هادي سهلة مكونات سهلة كنحتاج لها جوج مع القكوبار ديال الحامض مع القصغيرة ديال التومة ومع القصة ومع القصة دانية ومع القصة كبيرة ديال الملحة تكون مع القصة كبيرة ديال الملحة تكون عامرة وهناي عندنا نص كيلو ديال ديال الفلفلة حارة نايا الوليدة كتقطع اا دوابرا صغار مع زريعة ديالها باش خشفور وفاش كتبغي نتحنوها في الخلاط الكهربائي كتجي سهلة صافي هنا يا الوليدة كتقطع فيها صغيرة اا صغيرة البنات احنا درنا السكيلو اللي بغا يدير رابع يدير رابع وانقص من المكونات والي بغا يدير كتر من السكيلو بدرنا اكثر من السكيلو ويضاعف المكونات ويضاعف تعمال التوابيل ويضاعف اضاعف كل شيء انايا الوليدة كتقطع اا دوابرا صغار باش جينا سهلة في الخلاط الكهربائي صافي البنات غادي بقاط كتقطع حتى كتسالي الكيمياء كاملة كتحيد لها اللي بغا يدير الخضراء هذي معرفش شو سميتها ويما هذي كتحيدها وكتبقات تقطع هنا اي قطعتها كاملة هذا كنسكيلو اللي كان عندنا وغا يديره في الكسكاس غير طلع مع الفورة غير خمسة دقائق وكتحيدوها ماشي كتخلي واتفور بزاف غير قطع مع الفورة وكتحيدوها تغير خمسة دقائق ما تفوتوهاش نايراه فارتو تلقات شوية ديال الماء صافي غادي نديره النص ديال الكمية حيث الموني نيكس او الخلاط كاربائي مكي 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 وما معدش تطحلينا بزاف ديروغي شوية حيث ما قد جدوا معالهم لولو كمتحنوها هاكك كتطحن ومهنا يعني ديرو معلقة صغيرة ديال النص ديال المكونات ملقة صغيرة ديال الملح ومعلقة صغيرة ديال السودانية اللي بغا يستغنالها السودانية لا يريد أن يكون حارة هنا يوجد زيت ملقة صغيرة ورسم ملقة التومة وملقة كبيرة الحامض سوف ينطحن هذا الشيء بلا ماء سوف ينطحن ونكمل هذا الشيء ومتطحنجها لا تشغيل من ورسم سوف ينطحن هذا الشيء هو غير صغيرة واغنجها بعد ذلك النفخة من الملقة ينطحن لديها الحامض لأنه يوجد حامض لا يوجد حامض لن تجد حرنة ومتطحنجها سوف نتحنها ونرجع معكم ونريكم شحال خرجات هناك تحيض غذك لألف متاع الحامض هناك تحيض غذك لألف متاع الحامض هناك تحيض غذك لألف متاع الحامض اشتركوا في القناة هناك تحيض غذك لألف متاع الحامض هناك تحيض غذك لألف متاع الحامض لأنهم ينجحوا غذك لألف متاع الحامض والذي أعلمون بكم اللايك فقط لك تتجيع واللي اول مرة كتشوف القناة دير ابوني وتغطر الجرس باش وصلها كل جديد شكرا بزدفة البلاس على المشاهدات لقاو فيديو جديد وصفة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة